ذات يوم سمعت رجلاً حلف بغير الله والله قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد قفر وأشرك ما قلت له أي كلمة سوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم التبع وحلف بغير الله فقد قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد قفر وأشرك فقال لي أنت تكفيري هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا من قال حديث نظر سلم تكفيري إذا من رسوله سلم تكفيري ونعم هناك تكفير بالحق فالذي يعبد الشيطان نقول عنه كافر والذي لا يقل إسلام فهو كافر والله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فإذا قلنا كل من لم يقل إسلام فهو كافر فهذا حق ولست بتكفيري وهناك من يكفف المرتكب الكبيرة فيقول كل من عطى الله بمعضية وبهذا الطريقة يكفرون كل المسلمين ويقول كل من لم يكفر من هو يراه أنه كافر فهو كافر فهذا تكفيري ويكفر المسلمين ويقول من لم يكفروا معي فهو كافر ثم يذهب ويقوله ما يسفق دماعه فهذا تكفير بالباطل بقي الوهابي لم يلشي اسمه وهابي لا حقيقة لشي اسمه وهابي وإنما هناك رجل من العلماء قد توفأ الله قبل أكثر المائتين سنة اسمه الشيء محمد بن عبد الوهابي الشيء محمد بن عبد الوهابي التميمي هذا الرجل دعي لدوحيد الله عز وجل this man called to the monetism of allah subhanahu wa ta'ala وَأَلَّا فَكُوتُوك لِعْبَادِ الْأَعْدَوْلَا شَيْكَلَا وَأَلَّا فَكُوتُوك لِعْبَادِ الْأَوْلِيَةِ ما عجبتم هذه الدعوة الطائم على كتاب والسنة أخذوا يلمزون الشيخ ومن تمسك بالكتاب والسنة وداعي إلى توحيد الله عز وجل الشيخ اسمه محمد بن عبد الوهاب فخشوا لو قال المحمديون they fear that if they were to say محمديين يفهم الناس أنم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم that they'll go ahead and think that they are the followers of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم فقال الوهابية therefore they come and say الوهابية لأن اسم محمد بن عبد الوهاب because his name is Muhammad بن عبد الوهاب والوهاب والله عز وجل الوهاب is the one who is Allah سبحانه وتعالى الله أدو كيدا they wanted to go ahead and plot ولا احيط المكرسين لأ بأهل and bad plotting does not happen except come back and hunt doesn't come back except and hunt أرادوا أن يلمزوا على التوحيد they wanted to go ahead and talk about the people of monetism فهاربوا من نسبة بي إلى المحمدية حتى لا ينسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون يلقبون أن يقول السلام مذمم they used to go ahead and call him the مذمم اسمه محمد his name is Muhammad يقول مذمم they say مذمم ومذمم بالمعنى ضد محمد عكس محمد محمد means the praise one and مذمم it's the opposite of that فكانوا يشتمون مذمم so they were cursing مذمم مذمم كذا مذمم كذا so they say مذمم this and مذمم that لا يشتمون محمد they don't go ahead and curse Muhammad يشتمون مذمم they go ahead and curse مذمم فقالني الظثم لا تعتقون don't you aren't you astonished من صرف الله أولاك عني from that الله سبحانه وتعالى let them people away from me السببون مذمم they go ahead and curse مذمم وأنا محمد and I am Muhammad فهكذا هؤلاء this is that them people يعمون على العامة they go ahead and put a cloud and a cover over their channel فقال بعضهم to the point that one of them say إن الوهابية that wahhab isn't لا يقول محمد رسول الله إذا أذن أحدهم في الأذان they don't go ahead and say محمد is the messenger of Allah when they are calling the adhan فذهب بعض أتباعهم so one of their followers went إلى المسجد الموحدين to the to the to the to the masjid of the موحدين مالك yes فسمع بيؤذنوا ويقول أشهد أن محمد رسول الله so he heard that them calling the adhan and saying محمد أشهد محمد رسول الله فرزع الاشيغي ذاك المبتدير so he went back to this chair and told him وقال سمعتم يؤذنوا يقول أشهد أن محمد رسول الله I heard them say أشهد أن محمد رسول الله قال لا هذا يقول أشهد أن محهد رسول الله لا أحد محهد رسول الله so they went there they say oh no they are not saying that they are saying أشهد أن محهد that there isn't anyone there isn't محمد محمد is not a messenger of Allah فرجع مرة أخرى so he will back again to the masjid again فركز في السماع so he paid a closer attention to the statement فسمعوا يقول أشهد أن محمد رسول الله it was clear to him that they said I bear witness that there is no I bear witness that محمد is a messenger of Allah فرجع لشيخ الضلال so he went back again to the misguided sheikh قال سمعتم يقول أشهد أن محمد رسول الله I heard him say that محمد is a messenger of Allah قال نعم they go ahead and they mean by that when they say it is محمد not the محمد so what are you to do about these people من لما دعو الله لأونو فما لهم الله سبحانه وتعالى does not make light in the heart of the people الله سبحانه وتعالى would not make light for him الله سبحانه وتعالى